أفضل ثلاث ساعات يستجاب فيها الدعاء في رمضان لكن في البداية إخواني كرام أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بارك الله فيكم وشكر لكم إن من أفضل ثلاث ساعات يستجاب فيها الدعاء ساعة ما قبل الفجر وساعة ما بعده وساعة ما قبل الغروب أما الساعة التي تأتي قبل الفجر ووقت ما بعد منتصف الليل قبل الصحر وأثنائه هي الثلاث ساعات تقريبا قبل أدان الفجر فهي الساعة التي ينزل بها الرحمن إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائر فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن المعروف أن أفضل وقت للإستغفار والتسبيح هي أوقات ما قبل الغروب والشروق وما بعدها والساعة التي تأتي بعد صلاة الفجر مباشرة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم أن صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يدكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعته كان له مثل أجر حجة وعمره تامة 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 وأفضل الأذكار كما اتفق عليه العلماء هو قراءة القرآن الكريم ساعة ما قبل غروب الشمس روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فلنسبق هذا الدعاء بقراءة القرآن والتسبيح والإستغفار فإنما يعزز استجابة الدعوة بإذن الله عمل صالح يسبقه فعندما تستثمر هذه الساعات الثلاث يوميا فاعلم أنك ستختم القرآن بإذن الله تقريبا كل أربعة أيام إلى ستة أيام على أقل تقدير أي أنك ستختمه في شهر رمضان أكثر من خمس مرات فطوبى لكم هذا غير الدعاء المستجاب بإذن الله يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعني للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم لأنها خير من ثلاث وثمانين سنة عبادة يقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب مار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أصد الله العلي القدير أن نكون في رمضان من المقبولين وأن نكون فيه عتقاء من النار ويجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم ارحموا اغفر لكل من نشر هذا المقطع اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعانى على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها ذقها وجلها عظيمها وصغيرها يا رب العالمين انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله فالدال على الخير كفاعله